في الواقع، إذا قام بوتين بغزو أوكرانيا، ستكون هناك عواقب وخيمة، وعقوبات اقتصادية لم يرى مثلها أبداً، وكان رده فورياً بأنه يفهم ذلك. أوضحته كذلك أننا سنوفر القدرات الدفاعية للأوكرانيين. لدينا التزامات مع حلفائنا في الناتو، إذا قرروا المواجهة وفقاً للمادة الخامسة بشأن الدفاع الجماعي للناتو. إلا أن هذا الالتزام لا يمتد إلى أوكرانيا، بل يعتمد ذلك على ما ترغب به بقية الدول الأعضاء في الناتو. أما إرسال قوات أمريكية للدفاع عن أوكرانيا ضد روسيا، فليس مطروحاً.